السلام عليكم مساء الخير السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام طبعا باب أسمع شو بتحكو مش هتبقوا عارفين أولا لكويز صار شابتر ون شابتر ون تعتبروهوش ون وطو وفور سيكون لكويز يوم السبت زي ما قلنا الموعد بتشوفوه يوم الجمعة أو يوم السبت الصباح الايكونة بتشوفوها بيبقى فيها بدأ ولا نفس بيكون في الموجود بدأ موعد بدأ لكويز متى بيفتح متى بسكر أوكي أبصر أين بتعملو الظهور الصبح ما بعرف يعني داخل معنا الشابتر آه كله شابتر أربعة جميع يوم الخميس من خلصه خمسة وعشرين عشرة اليوم الحضور غياب ألفين واثنين وعشرين أكويز وان شابتر وان وهذا حتى عيب نقول له شابتر تو فور نكمل موضوعنا دكتورة دكتورة سيد مساكي دكتورة سيد مساكي دكتورة سيد الورد الحضور الغياب مش نفعل ما عرفش حلش يسألني هيو تفعل هيو تفعل بلأ انزل تحت انزل تحت بآخر دكتورة أنا هلأ دخلت فعن شو كنت تحكي بصف خصوصي لك ولا إشي بعرفش يلا خمسة وعشرين راحت هذه الصفحة حلش يظل يسألني بليز راسي يعني بديني بجير خلقة ها وسكته زي الأصغر خلي الواحد في المصائب اللي هو فيها كشو منتو مش عاشين في الدنيا ردت رجعت لكم الوفيس آور فعلتها بكرة هعطيكم ساعة تسعة للعشر بالليل اتفقنا مع العمادة وقلنا لهم دولة مش كلهم بقدر يجوا على الجامعة من هالحكي فقالوا أوكي فاقلكم الساعة نفسها حيظل الجروب اللي عملته الميتة الميتة التيم ها بكرة هعطيكم من تسعة للعشرة اللي بيسأل اسئلة تاف ها بجاوبوش عشان تبقوا عارفين بتبقى حاط الاسئلة او على ورقه عشان تعرف شو بدك تسأل اوكي طيب هاد من ناحية الوفيس آور ومنصير كل السبوع نغير مش مشارط يعني يوم الاربعة او يوم الخامس كل مرة منغير موعدها عشان الكل يقدر برضو يتفاعل جابتر فور نيوتونز لونغ طبعا في المحاضر الماضي وصلنا وصلنا لعين اه انا متذكري اعطيتكم البوت صح وقلتلكم كاملوا الاجابات يس واحد اجاوب اه صح صح بعدين خلص وص ولا نفس ممتقل اجلا اجزامبل اربعة احداش الله حطلاحنوا ان كل مثال بنشرحه عم نشرح التشابتر مرة ثانية بيقول لك المثال بوكس ما عندوش الا هالبوكس ما هو هالكتاب تين كيلو جرام طبعا هون makes this angle 30 degree then the acceleration of the box طبعا هون ها frictionless اجاين كيف بدنا نوجد acceleration of the box كمان مر اول شيء لما يكون في عنا حركة مهم جدا direction of motion عطول انا باجي من المعطيات اكيد يسحبوا بهذا التجاه عشان اي قوة ممكن تظهر عنا في هال problem اذا كانت بنفس التجاه الحركة بعوضها موجبة اذا معاكسة تكون سالبة هاي من الهنس والخطوات اتعلمتكن اياها خطوة بعد هيك مباشرة نحدد جميع القوة لانه مش كل القوة بكون هو يعني راسمنا اياها اه وعلمتكن اياهم حتى لو ما بدنا نستخدمهم بدنا نحددهم its weight and normal force اك خطوة التالتي any force makes angle theta with x or y we must analyze it to x component y component this will be 40 cosine تالتي and this is will be 40 sine 30 بتطلع هيك خلصنا اللي قلتلكم اياها غششتكم اياها هي الاساس here if x the net x component force will be accelerate the particle so equal m phi a while بينما if y always equal zero since it make the object in equilibrium يعني it protect the object from moving تمنع الجسم من الحركة بتثبته يعني تعمل على design فمحصلة هون zero طلب مننا اشي عمودي بستخدمها هلا ما لهاش دور عنا بس لما تصير نوخد في friction اكيد هتلزمنا لانه فيها n ولي فريكشن فورشو انه equal mu n in general بناء ع ذلك ما فيش لها ال component اللي بتسارع الجسم اللي هي 40 cosine 30 equal 10 n في a ومن هون تطلع معانا التسارع نقشها من الكتاب 3.46 meter per second square لنفرض الهامش طلب منك the normal force exerted by surface on box is بدنا n normal force التي يؤثر بها غص ممنوع حكي انا بحكي وبجاوب لحالي exerted تفصحن في الامتحانات on box is normal force exerted on box by surface طبعا is باجي بقول if y zero n اللي لفوق زائد طبعا اللي بكون محل الغلط احط لها معا الجواب خطأ اللي لأعلى positive هل بنقول ناقص mg يعني مو عكيف بحط هاي ناقص هاي زي ما علمتكم محاور هون يعني فيش حركة شوف لي اخي محاور رجعتنا للموجب والسالب ومن ها هون ان بطلع معاكم على اساس 78 نيوتن هو بستخدم g 9 8 من 10 تهت اللي الاجسامبل اللي بعده connected particle connected يعني اكثر من جسم نحن كل اللي خدناهم هالثلاث امتلة عبارة عن جسم واحد لكن هلأ شوف دو صنع اكثر من جسم يعني system فشوف بنسم العنوان الاجسامبل connected particles للعربي اجسام مرتبطة معا طيب ما انا بنقول مرتبطة معا how this particle will be connected to each other it will be connected by شو وسيلة الربط by strings or threads حبال خفيفة or طبعا مش or سواء هاي او هاي وشو رايح يكون معنا police police يعني فكرات في شروط لا هدول الثلاث وسائل او اربعة الى اخرة يجب ان تكون كل منها شو massless عديمة الكتلة كل اللي حكناهم يجب انهم يكونوا خفيفة يعني خفيفة ما الو كتلة او بنقول weightless او massless تمام عديمة الكتلة فبيكون خفيفة اضافة للبولي انها خفيفة شو لازم كمان تبقى ملساء يعني no friction بقول frictionless وبكتبهم دايما في السؤال او في problem واذا ما كتبهم مفهوم ضمنا طيب هدول الوسائل لما نستخدمهم بهذه الشروط معناته الاجسام هاي المرتبطة معا والل all system النظام كله ان شاء الله في مليون particle all system will move with نفس التسارع ها same a يعني ما بقول الجسم الاول تسارع a1 ولا الجسم الثاني a2 ولا الثالث a3 ولا شو كلهم a ايضا ايضا ما انو هاي شروط ايش اخدناها وحكيناها all particle will be under at the same tension اذا فيه اذا فيه عندنا احبال في قوة شد فكل الاجسام هاي راح تكون تحت تأثير نفس الشد يعني نفس الاشيء ما بقول one two three بنصير نقول t واذا فيه سرعات نفس الشيء الهم the same velocity الهم the same energy هاد هو المقصود بنظام مرتبط معا يعني او اجسام مرتبطة معا هاي الوسيلة وهاي المفهوم الفيزيائي لهذا الموضوع ونبدأ بنا نبدأ مثال هلأ المثال نبدأ فيه هنستخدم طريقة انتو كبداية يستخدموها عبين ما تتدربوا هاي الطريقة راح نسميها او اسمها three body diagrams شو يعني اللي هي طريقة ايش عزل كل جسم لوحد يعني كانها مسألة لوحدها اوكي ان فيقر شون فيقر شون فريكشن لس هوريزونتل سيرفيس two particle two particle kilogram and ten kilogram عشرة اذا عنا اتناش وعشرة are connected together by massless cord cord عصا خفيفة زي بتكون زي عصا تقصب السكر عصا خفيفة سميها massless بذكرك cord طيب الكتلة عشرة it is pulled by this force وقل لك سحبتها الكتلة بقوة 40 newton والسطح القفقي frictionless horizontal surface then acceleration of each particle is ولو قالك acceleration of the system is نفس الاشي اش one or two open cosine for system وممكن بشاني خربت اقول لك بس acceleration of 12 kg is نفس الشي اول خطوة بدنا استخدموا free شان ما تشوفوا ما تخافوا هاي طريقة free body اسمها diagram شو يعني هاي الطريقة بتسهيل عملية الحل عليك عزل كل جسم لوحده ومنجاه ها للاخر هذا الجسم بس اعزله بحدد عليه كل القوة واللي بده التحدي بحلله بعدين بكتب القانون الثاني لنيوتون عليه وبخلص وبنتقل الجسم الثاني هاي الطريقة مشان ما تنسوش ولا قوة خاصة قوة التدافع ال contact force مثلا بكونوا ملزقين في بعض في هاي مثل هيك مثلا اكيد تنسوا قوة وبالاخر انت حر يعني اذا بتستر مباشرة اوهو ممتاز بس نعلمكن اياها خلينا اول شي ناخد الجسم ايش اتناش هاي اتناش عزلته وكأنها مسألة لوحدها هلا شو بعمل طبعا انت جاء الحركة واضح لوير هاي من ال to the right هاش فصاح الكتلة اتناش تتأثر هذولا من شأن ظلوا متذكرينهم اه مال هندور وزنها and رد فعل السطح عليها هلا الكتلة عشرة شو بتعمل في الكتلة اتناش تسحبها لعندها بتقولها تعالي جاي عندي هاي by this force t خلصنا شايفين مسألة عطول مين اللي بدو ايه هنا اكسب الجسم تسارع fx ولا fn ولا f y زي ما علمتكم اكيد fx فباجي بكتب fx equal m a مين اللي على x فيش هاتي بقول t equal اتناش اتناش ايه خلصة question one مين ايجي لأ مين هلا اه هنعطيكم green احبه هذا اللون كتلة t واجمع حدف تعويض اللي هو بتطلع التسارع لانو هاي تحطها هون شايفين هاي تعويضها where here بدل t هاي حط اتناش ايه وبتنقلهم مع الجهة التانية بعد ما تخلص الحساب هاد راح يطلع معك التسارع ايه equal التسارع بطلع one point eight two meter per second square مطلوب التاني دايما هيك بطلوب منك acceleration and tension ممكن مباشرة يقول لك tension is لك مضطار تحسب تسارع وفي بعض اللي اسأبوا لك ذا acceleration بس بطلب تسارع هاي منهما number b tension is encored is باخد ايه هاي بعوضها في هاي الiquation او في هاي اللي اسهل لإلك وبطلع معك الشد صير اتناش تطلع معاك من الإجابة واحد عشرين تمانية من عشرة وخلص الحال another example على ترسمها دائرة وفيها نقطة هلا جاب خيط ولفه حول البكرة الو طرفين طرف هاد ربط فيها الكتلة هاي مرتاحة مرتاحة على هالسطة طرف الآخر ربط فيه كتلة معلقة شو يعني معلقة hanging ماس هاي كتلة m1 i m2 اللي هي 13 kg هو يمسميه mA mB this is mB the horizontal surface برضو frictionless in figure شون the acceleration of the system is بدنا تسار أنا ما بدي أعزل أنا علمتك كيف الطريقة وأنت عاد حول أول شي direction of motion لازم نحدد بطل دائما الجسم المعلق يا حبايبي هو اللي بيسحب الجسم المرتاح على الصدح where the direction of motion to the right طيب وبحط plus طيب أنت بجوز ما حتحزرش مثلي إلى اتجاه الحركة طالما ما فيش اهتكال أي اتجاه تأخده هيطلع معك صار اتجاه الصحيح لازم يكون مثلا تسارع زائد ثلاث إذا أنت أخذت اتجاه اليسار شو هيطلع معك نائز ثلاث بنقول كم يقدر صح لكن اتجاه الحركة بنعكسه لليمين هذا فيما لو أنت ما حزرت طالما ما فيه احتكاك مسموح لك أي اتجاه تحدده إذا كان صعب عليك تحدد تجاه الحركة لكن ما يكون فيه احتكاك لا بيكون محدد أصلا من الجيفنز طيب نيجي للكتلة طلعتاش القوى المؤثرة عليها مين هتكون تي هايها وكمان مرة وزنها ونورمال فورس لان ما تنسوا كمان مرة هاي مبي وزنها مبي جي و الشد هلأ الشد مو لأعلى يعني لفوق للسطح لا لأعلى ولا وير هون بصير وهيك ولليسار نيجي للكتلة طلعتاش قانون ثاني لنيوتون من الكتلة طلعتاش شو هيكون فقط تي هيك والطلعتاش يعني زي اللي قبلها نشفر اكتير نيجي لمين كتلة بي كور خمسة كيلو جرام ألا شوفوا اتجاه الحركة لليمين ولأسفل وامجي إلى أسفل إذن مين اللي مع الحركة الوزن عم بي جي اللأ تي لا أعلى ولليسار إذن ناقص تي تساوي خمس اي إذا بتمش صح وبهدوء بهالخطوات كل حلك بيطلع صح الآن رياضيا عوق بيطلع معك التسارع سبعة اتنين والشد بيطلع معك خمس وثلاثين وثلاثة ست تمام نمتو تمام تمام تابعين أكيد وجدين نعم 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 معك صح 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 دكتور عادي أسأل وفي لا لا احنا متفقين أبدا هلا في المثال معهود اللي كلكم تعرفوه اللي هي تعرفوا البكرة وكيف منستخدمها لرفع المي لرفع الأشياء الاسمنت الحصمة إلى آخر على السطوع هاي البكرة هي يعني نظامها آلي مين اللي عملها وعالم اسمه أتيود أو أتود إذن نأخذ إجزامبيل آخر 4-13 أبل معطيكم المصاعد أتيود ماشين آلة أتيود بين قوسين البكرات كيف هال أبليكيشن يعني من حياتنا اليومية موش مفبرك نيوموريكالي نو شو عنا إن فيقر شون هون بتكون مثبتي البكرة وهاي مفصلها هيك أنا رسمتها بالعكس لازم الفصالية من تحت هيك هيك وهيك بتكون طبعا البكرة بكون لها فرزة صح تعرفوها معظمكم هاي الفرز اللي هون شو بيركب عليها باللف حواليها الحبل أو الخط كل ألعاب الأطفال موجودة هاي البكرات على فكرة في ألعابهم أنتوا أطفال لسه صح هاي الفرزة هاي الفرزة شون two masses are attached by string passing around أو throw frictionless massless pulley then the acceleration of mass خمسة كيلو جرام إز طب وإذا حكى لها محمد acceleration of mass 2 كيلو جرام إز ولا حكى لها شاهد acceleration of the system إز نفس الشيء فأنا هيك هلا كيف بدأ أوجد التسارم نفس الخطوات acceleration شو يساوي أول شي بدأ حتى جاء الحركة واضح ده يعني اللي تقيل بده يسحب معاه الخفيف ولا لا بس أنت لو في عنا لعبة السيس وتعرفوها كنا زمان حط برميل وعليه خشبه واحد من هناك واحنا هلا مين اللي برفع التاني الضعيف ولا السمين السمين الكتلة أكثر وهو نفس الإشي إذن ما فيهاش حيرة عطول بقولها تجاه الحركة لليمين ولأسفل يلا الكتلة ايش اثنين شو يؤثر عليها وزنها اثنين التسعة وتمانية من عشرة and هو تشد الكتلة خمسة للكتلة اثنين again مو لأعلى للسقف لأعلى ولوير ولليمين هيك طيب خلصنا نيجي الكتلة خمسة لوير ويت يعني وزنها بديكون هاي للكتلة اثنين هتسحب خمسة باتجاهها شوفوا لأعلى ولليسار نيجي للكتلة خمسة نكتب عليها قانون الثاني لنيوتون شفتوا الحالة اللي تلكن عنها خمسة في المية من البروبلم هنا ما في إلا f y يعني معقولها جا حط f y zero أكيد لا فمين هنا المسؤول عن كل هالحركة f y ففيش f x عرفتوا الحالة الاستثنائية لما عطيتكم الهنس m one في a هلأ الوزن لأسفل بنفس اتجاه الحركة شوف أقول الوزن خمسة ضرب تسعة تمانية من عشرة هلأ t لأعلى عكس الh اتجاه الحركة شوف أقول ناقص t بتساو m1 كام خمسة في a this is equation one مع أنه عمنا مجهولين أكيد we need to equation دائما في الرياضية عدد المعادلات بعدد المجاه طب هلأ نيجي الاثنين كيلو جرام two كيلو جرام من ناقص مين هيكون t ناقص 2 وثنسعة والثمانية من عشرة تساوي 2 a عفكرة إذا غلطت حطيت وهي زاد وهي زاد يعرف أنه عندك غلط دائما لازم يكون يشوفوا عكس بعض بالحذف بالجمع سوري هاي محاي بتروح مش هاي ناقص توا هاي زائتي تصير خمسة في هاي خلينا نقول خمسين ناقص 20 ساوي 7 a وبطلع معاك التسارق كيش طالع هاي مهم مجموح آآ ستنين تسعة ثمانية العشرة وبطلع التسارق أربعة بوينت متر بير ساكن سكوير هلا بدك الشد عوض اني اكواشن وين او تو بطلع معاك تي طالما انت طلعت تسارق خلاص كأنه الشد طبع معك بطلع 49 ناقص 21 طلع 28 نيوتون هاي مثال البكرات ونسميه لانه يكون من حياتنا عملي انا اكزامبل او application حركة المصاعد انا دكتور الافواي دايما للبكرات صح مع البكرات يس للأجسام هاي المعلقة هيك انا انا application فيش هنا اكز يا زيزتي فيش لها القوة الوحيدة واي شانك ما قلنا لكم مية بالمية افواي دايما ايش زيرو لا مشان هايد حالي بكرات ويسام لمعلقة انا شو يعني lift مصاعد 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 غشيتها عن الكتاب شفتك حركة المصاعد هلا العمارات بيبو حاطين elevator أصلا بيستخدموهاش تاعين المصاعد لما بيجو ركبوا مصاعد بيبو حاطين عنوان lift فلان lift فلان عرفتو فالاسم هال الحقيقي وي lift اسم علمي elevator هيك يعني اسم تاني حركة المصاعد هي بدنا انا اعطيكم مثال مش المثال زي ما هم اعطيكم يا بالارقام بدي اشرح لكم اياها حالة المصاعد كيف بتصير شو ممكن احنا اطلب منا شو الحاء المراحل المصاعد شو بهمنا في الغرفة اللي بنطلع فيها صح بهمنا اش لا المطور ولا المحرك ولا غيره هاي غرفة المصاعد هلا غرفة المصاعد بشكل عام كم مرحلة له ثلاث صح ايش هم في حد بيعراق وهو 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 مين قولي صعود وهبوط السكون ايوة دائما اول اشي نبدأ بالسكون يعقول احنا نيجي نركب بالمصعد لنتعرف شو بتحرك نفر صح اذا شو اول مرحلة الرست وهو ساكن مرحلة التانية هو عم بتحرك اما بدنا نطلع لفوق نصعد اذا بنقول هيك moving up تحرك طبعا شو بدي تحرك صار رو اي طب والحال الثالث لما نكون على السطح مش بنا ننزل شو بنقول moving where صار down down يعني هيك لأسهل برضو with a لنفرض يعني شو ما جاك السؤال حيكون نفس هذول التلات حالة لنفرض في واحد منكم هيك عوجة هاببتها بدو يطلع بها المصعد اول شي بدنا في كل الحالات شو المطلوب اي شخص هون وفي ما س ام وين يقف stand on the floor off left يعني على ارضية المصعد المطلوب في الثلاث حالات calculate وين دائما مجيك ارقام مجيك رموز فيلم الاسئلة فيلم تحلان calculate force exerted شو يعني exerted ها انا علمتكم act force act طب exerted ها مؤثرة من دفعات من دفعات من دفعات من دفعات مؤثرة من اين كتبتكم مؤثرة مؤثرة my floor of left on person sun في الحالات التالية in following او for مش in sorry for following cases يلا نبدأ اول حالة يأثر على هالجسم على هالشخص بقوة رد فعل تعلمناها n صح اذا اذا شونا نكتب for n اللي هي مطلوبة مننا اكي هلا في غير هدول كوة وبيبقا ينا اهمل مقاومة الهواء اذا وجدت والاحتكال شو بعدين منقول f y شو equal شو بدي احط f y n ناقص ng يعني شو تسا 0 لأنه n يتراوي المساكن 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 يبقى n شو يساوي mg طيب هسا لو اجا واحد منكم بهاء شجراوي بهاء اجا جاب ميزان شو يعني ميزان scale 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 واجا بهاء وقف على الميزان وين موجود الميزان بارضي المساكن اوكي والمساكن بدي يقرأ بهاء وزنه قديش راح يعطي بهاء الميزان كراءة شو تساوي وزن 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 يعني خلينا مثلا نقول عنها هاي W فتحة نسميها اه او نسميها زي ما بدكم وهنا الوزن الحقيقي W شو راح يقرأ الميزان بقول W فتحة will be equal W هاي بسميها كراءة الميزان ميش reading scale او هي نفسها N الرمز اللي بتكن ايا اذا الميزان حطناه احنا فرض المصعد ولا حطناه برا برا المصعد مش نفس الاشي بدي يقرأ ولا في الغرفة طالما سكون في الميزان راح يقرأ ان الوزن الحقيقي اللي هو نفس رد الفعل واضح يعني اذا قال لك شو scale reading تفكر سؤال من المريخ لا نفس الاشي هيك او هيك الحال التاني شو بتتوقعوا انه وزن بهاء يطلع والمصعد لاعلى شو بتكون القراءة لا بديش تنحذروا احسب عندكم اسمعوني احسبوا عندكم زي ما عملت احسبوا عندكم وعطوني الاجابة يلا ساوي الويد زائد اذا تقرأ اكثر ولا اقل اكثر اكثر فالوزن الظاهري اللي بدو يعني قراءة الميزان شو حتكون اكبر من الوزن الحقيقي هي ما بتحذر تحذير خلص ما تعلمته لازم تصير professional في قوانين نيوتون طيب الحالة الثالثة شو اكتب حلوها عندكم وعطوني ايه ام جي ناقص اني سوي ام ايه اكتب الحركة ام جي فشو باجي بقول ام جي ناقص ايه والام في ايه هلأ في طلاب يقعوا في خطأ كثير كبير اه شو بحط هنا جنب التسارع ام في شو ناقص ايه وغلط طيب ما احنا حسبنا حساب الاتجاه هلأ صح بمجرد احنا ما نحط تجاه الحركة بنكون حسبنا الحساب اما تيجي ترد تحطه الناقص ايه كل حلك حيكون خطأ احنا هون نعتمد على الموجب والسالم مش ترد تروح تحط اللي ايه سالم عندك راح تطلع نفس القيمة بس الاشارة مختلفة طيب مولاء بطلع غلط هاي يجرب اه يبقى حطتلك حطتلك بيبقى يا ابو ناي ناقص عشرين اه وزايد عشرين والإجابة الصح مثلا عشرين شو انت هيك اغلطت في الجواب صح ديروا بالكم زي ما انا بعلمكم اتبعوا شو بتساوي ام جي ناقص ام اي مو لما انت بدك تحط هنا اي وش معنى يعني ام جي ما حطيت الهاش ناقص ام جي يلا بده امشي معاكم عرفتو مش لا اشي واشي بتحط السائب فانت مشان ما توقع في هيك اخطاء وهيك متاهات دائما اللي بريح راسك اتجاه الحركة وتعتمد عليه في الاشارات وخلصنا هيك حركة المصاعد عارفين هلا شو بدي اعطيكم اعطيكم هيك السؤال من امتحانات يلا هنديش ابدأ الاحتكاك اليوم المحاضرة الجاي اعطيكم احتكاك في هون اللي ينصر قاطركم طب تقولوا كيف بيجي الامتحانات كيف بيجي الامتحانات هذا الفريكشن بيجي هادي طيب هذا امتحان المد كمين لكم سؤال عن ليش اعطيكم هلا هذا منكم ما كانش معكم شطبنا اشطبنا 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 ايوه اين لقيت وبدأ انتو تحلو جم وفقيت تمام يلا ايش اختبر ذكائك يلا انفقر شون كثير هذا ايسكر المايك لو سمحت ايه هذا كثير شائع مثله يعني تلهيك اسئلة اي اشي بكونش معطيكم اياه بالانثلة ام اتوقع يجيك زيه بالامتحان قبل ما نسى البي دي اف تبع شابتر فور سحبتو اخر صفحة رقم سبعة شو مكتوب ومعطوط الهومورك بروبلم هذول بروبلم هن اللي بدي احطلكم يعم فيها فاتبل شو تحلو فيهم من هلا بس يخلص ثلاثين عشر اثنين احداش بنزلكم يعني هاي ارقام البروبلم عندك في البي دي اف تمام تمام هذك المرة نسيت ان هن موجودين وعدت نقلكم في امثلة خالص ساي الموجودات وريح راسي في كتلة كبيرة وملزقة هيك فيها ها كتلة هاي صغيرة وهاي كبيرة ثلاثة كيلوغرام هو مسمي هاي بارتكل ون هاي شو مسميها تو السطح الافقي frictionless هلا الكتلة اثنين it is pulled او بوشت خلينا اقول دفعت بهذه القوة عشرين 25 25 نوتون هلا الكتلة ثلاث it is pulled واي this force if comes in newton المطلوب the force هذا خلي نقول عنه هيك question تمام مش لأنه مثال المطلوب ممنوع الكلام واللي بيعطيني الجواب اول واحد يعطيني الاجابة صح عطي بونس يلا دفقنا لكل مجتهد نصيل force ايش مجالة غشها ايش موجودة عندك force exerted المؤثرة باي look two put لي يعني two on look one is استخدموا g 9 8 10 10 10 جان طلع الجواب عندي شفتوا كيف نبقى حاطين لكم عند كل سؤال نبقى حاطين لكم g يلا هذا سؤال في الميد استني الواضح 2021 دكتوروهم بدك acceleration عرافش اسوك تنتوي هاي السؤال مطلوب قدامكم بدي القوة التي تؤثر بها الكتلة اثنين على الكتلة واحد وسكوت يلا اشوف هاش شاغلي الاكسلراشن تطلع اربعة سبعتاش سبعتاش امين اللي حتت سبعتاش انا سبعتاش جواب الاسم شاهد احمد شاهد احمد بينصر تازي يا شاهد عمها شاطر شاطر بتدور عسمك يا شاهد 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 العدوان مو لا شاهد احمد نايف بني ناصر احمد 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 مو احمد 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 ها مين غير شاهد في حدا وجدها نفس الإيجابة لا اليوم النابل الحابري 150 ليش بتغيبوا أنتوا ليه في غيابة كثير بعدين في المايكات بعدين عفكرة فيه سمعنا بدهم يرحلوا من الشعب الملياني يجيبوهم على شعبت ساعة 4-5 عشوائح ينقلوهم ما بعرفش لكن بارح حكى العميد لأنه شعب 2-4 يعانوا من الكثافة 170 و 167 والإزعاج وبيظل السيستم عالي يعني دكتور اشتكى من فحكوا بدهم يقسموا منهم فاعرفش انتوا حيقسموا منكم شوي مهم عندي أو بجوز يفتحوا شعب ما بعرف ابتنا فعنت بقوا يعني مؤهلين ايك يا حبايبي طيب يا شاهد كيف حلت السؤال ياضا مو مشكلة ما احنا كيش بعدكم الصغير اتنين كيلورا سكروا المايك سكر المايك يا بني كنت صوت مني صوت اذان لا ببعرفش لا من حدا يا الله يا شاهد هاي التالي شو الكوة اه في عنده قوة خمسة وعشرين دا اليمين فحكيت خمسة وعشرين ناقص اه بنقص منها اللي هي اللي جاي من ايوان بدي تقولي لي سميها شو سمتها بي لا بي سميها دائما كنت اكت بنسميها فورس ممتاز يلا الكتلة ثلاث يا شاهد الكتلة ثلاث حكيت انو الاف ناقص اللي هي الجاي البية هايا ناقصت من خمسة اكت ممتاز هون بنقول خمسة وعشرين ناقص بي ساوي وان تو ايوان سوري تساوي تو اي وهون خمسة ساوي تري ايو تري ايوان تجاه الحركي هيكون هو لليمين اه فحكت بي ناقص صحي من نفس اتجاه مثل صح اه اه خمسة وهاي تدفع لا هيك سوري ها هيك باكس فبي هتكون ناقص خمسة ساوي ثلاث ايو 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 بس تحسكوا اولي شي اولا هاي بي مع ناقص بي بتروح بفكرة بيطلع التسارع التسارع جا مواكز كوة عادية يعني من ننظيفها اوكي وهيك يا حبايبي الى اللقاء غدا اللي هو بالوفيس ساعة تسعة ان شاء الله يعطيك ايك ابدأ اول شي اعمل استوب ايش بالذكر